ناكدنا الراديو السيدس محمد برمي في سؤال عمال يطرح في الوسط في هذا الفترة اللي جاي أنا شايفي إنه أدل فتنة وعمري ما شفته إنه عمل هو ليه نادي الأهل ونادي الزمالك ما سفروش في طائرة واحدة أنا عايزك تفتكر لي مرة نادي الأهل ونادي الزمالك سفروا في طائرة واحدة ليه السؤال ده بتطرح دلوقتي؟ هما ليه سفروا في طائرة واحدة أصلا؟ لا ما هو بقى اللي اطرح ما نقولك بقى طرح كمان من إعلامين يعني يقولك إيه بقى اللقمه ونوفر والميزانيات ودي أندية مصرية وراح أتمثل اسم مصر في دولة المغرب ومسافرين فرق يوم بينهم ما يسافروا في طائرة واحدة على تاريخ كرة اللي أنا حضرته في حياتي ما شفتهم مش يسافروا في طائرة واحدة يعني هو بعيدا عن موضوع التكليف والمصاريف وكده ريال مديردو برشلونة بيمثلوا أسبانيا في دولة الأبطال ما بيسافرواش مع بعض صحيح ميلان انتر ميلان ما بيسافرواش مع بعض يعني في النهاية ده الأهلي قامن بلد واحدة هو الزمالك لكن هم منافسين صحيح منافسين لبعض ده منافسين في أفضل بطولة ده مقربان يكرموا مع عبدو الاتنين بقوا منافسين خلاص الكلام ده يحصل مع منتخب مصر لو منتخب مصر مسافره نفعش لعبة الأهلي تقعد في مكان ولعبة الزمالك تقعد في مكان زي ما بيحصل في المعسكرات الأخيرة في المعسكرات اللي فاتت لازم ده مش موجود لو في المنتخب هنعيب عليه لكن أهلي وزمالك مسافرين للمغرب ده فريق عايز يركز ويشتغل على لعبته وفي لعبته عايزة تتكلم في الخطة أو تتكلم في الكورة فهتتكلم برحتها ده لو بعدنا عن فكرة المنافسة بعدنا عن المنافسة حتى الأجواء الأخيرة فيه سواء ما بين الندين ما تشجعش أصلا على كده طب مش لما نحل المشاكل الموجودة بين الرؤساء الأندية والخلافات اللي عمالها تحصل وده بيشتم ده وده بيتهم ده وكل شوية ده بيصدر بياندة قد نحل المشاكل دي إزاي إحنا كناس كبار عمالين كل طول الوقت عمالين نعمل مشاكل مع بعض بعد أنه ليه والتعصد ده بيجي منين هو لو شانت أنت شوف أن السؤال اللي طرح يعني برضو احترام الكامل لكامل إعلامين اللي طرحوا السؤال ده ولكن يعني هو سؤال أنت لو ركزت فيه طبع أنت عندك بيرامد زمسافر هو كمان برضو هسافر هيلعب فريق غيني في المغرب طب ما قلتش بيرام ينسافر نفس الطيارة هو المقصود بي يعني لو ركزت في سؤال تلاقيه مقصود بيه فتنة وعمره ما حصل فأنا لازم أمركز وأنا بسأل حتى السؤال لأن ده من كون يسير الجماهير على فكرة من الطرفين يقول لك وحنا دلوقتي في وقت إن احنا نصرف طيارتين طلعين والناس مش تبقى فاهمة احنا لازم نصرف فاهمة ده الطبيعي أصلا طبيعي كل فريق يسافر في طيارته اللعبته تركز زي ما هي عايزة ويشتغل زي ما هم عايزين أنا كمدير فني محتاجة أتكلم في الوقت ده وأنا في الطيارة مع اللعيبة في شأن بسأل خاص بفريق أتكلم فيه برحة ليه 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 أنا لازم أسافر مع بعض الحاجة التانية في النهاية هما كلاهما بينافس بعضه في بطولة واحدة يسافر ليه فمش من الطبيعي بالعكس الطبيعي إنه كل واحد يسافر في طيارة واحد اللي مش طبيعي إنه هما يسافروا مع بعض طيارة نشطبي